الجيش التركي بدأ بالإعداد لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في الداخل العراقي وذلك من خلال تكثيف الهجمات والضربات الجوية على حزب العمال الكردستاني في العراق ووزارة الدفاع التركية أصدرت العديد من البيانات المتكررة في اليومين الماضيين وهذا واحد من البيانات التي صدرت مؤخرا في الـ 24 ساعتنا الماضية ونشروا من خلال هذا البيان بشكل رسمي الضربات التي جاءت على العراق لا بل إنهم نشروا هذا المقطع لطائرات الحربية التركية وهي تضرب في العمق العراقي جبل متينة تحديدا حيث ضربوا مواقعا لحزب العمال الكردستاني أدت إلى مقتل 12 عنصرا من حزب العمال وقبلها بيوم هنا لقطات لضرب جبل قندين أدت إلى قتل أيضا ومقتل أربع عناصر من حزب العمال والثلاثاء الماضي كانت هناك ضربات هناك ما هي مصورة باتجاه خمس مناطق حدودية بين تركيا وبين العراق على مواقع أيضا لحزب العمال الكردستاني أدت إلى القضاء وتدمير 26 مخبأا أو موقعا لحزب العمال وهذه التطورات التي نتحدث عنها هي تأتي بعد تصريحات صدرت بشكل واضح من قبل يشار جولر وزير الدفاع التركي الذي نشرت الديلي صباح التركية تصريحاته بشكل رسمي كما تلاحظون مؤخرا أكد من خلاله بأنه تحصل على الضوء الأخضر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقيام بعملية عسكرية كبيرة على الأراضي العراقية من أجل مواجهة حزب العمال الكردستاني وبأنهم لن يوقفهم أي شيء نهائيا من القيام بهذه العملية وسينفذون هذه العملية خلال الصيف القادم يعني خلال الأسابيع والأيام القليلة القادمة وبدأت هنا الأوساط التركية تتحدث عن طبيعة هذه العملية العسكرية المرتقبة حيث ذكرت ترك بلاس كما تلاحظون هنا بأنها ستكون أكبر عملية عسكرية تنفذها تركيا في العراق وكذلك سي بي تي أيضا نشر طبيعة العملية وكيف ستكون ما هو الهدف الرئيسي لتركيا من خلال هذه العملية وبالتالي إذا ما حاولنا أن نفهم هذه المسألة بشكل أكبر وما هو متوقع من الجانب التركي من هذه العملية هنا كما نحظ باقترابنا من الخريطة هذا هو الشمال العراقي المتمثل طبعا بإقليم كردستان هنا الأراضي التركية لطالما تركيا اشتكت من حزب العمال الكردستاني الموجود على الأراضي العراقية بأنه ينفذ ويستغل الأراضي العراقية لتنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار تصفها تركيا بأنها عمليات إرهابية على الداخل التركي وطبعا تركيا هي تعتبر حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة إرهابية وهذا هو الذي دفع في نهاية المطاف تركيا أن تبدأ منذ ديسمبر عام 2017 وحتى أبريل عام 2022 من تنفيذ سبع عمليات عسكرية من خلال القوات البرية التركية وكذلك الطائرات الحربية التركية الهدف الأساسي من هذه العمليات هي خلق منطقة عازلة آمنة في الشمال العراقي هنا لمنع هذه الهجمات القادمة من حزب العمال الكردستاني ومن خلال هذه العمليات العسكرية تركيا تمكنت من السيطرة على العديد من المناطق الموجودة هنا في الشمال في إقليم كردستان هم سيطروا وتقدموا باتجاه جبل حفتانين وكذلك أيضا جبل متينة وتقدموا أيضا باتجاه الزاب سيطروا على هذه المنطقة أيضا إلى شرق الزاب تقدم بسيط هنا وكذلك سيطروا على جبال هاكورك بالتالي هم سيطروا تقريبا على 86.2% من المناطق الموجودة بين الحدود التركية والحدود العراقية في الداخل العراقي تقدموا من 5 إلى 40 كم في الداخل العراقي وكذلك هم قاموا بإنشاء 64 قاعدة عسكرية تركية من أجل مواجهة حزب العمال الكردستاني ولكن واضح جدا أن العملية لم تنتهي حزب العمال لازال يمتلك أكثر من 13% السيطرة على هذه المناطق الحدودية لاحظ في الزاب لديهم منطقة وكذلك النقطة هنا إلى شرق الزاب ما بين الزاب وما بين جبال هاكورك وبالتالي هم لديهم لازالت قدرة على الوصول على العمق التركي وتركيا لم تؤمن المنطقة 100% بشكل كامل وهنا أساس العملية التي تهدف لها تركيا الآن كما تتحدث هذه المصادر بأنها ستكون خلال هذا الربيع الذي دخلنا به الآن وكذلك الصيف القادم وذلك طبعا متوقع أن تكون هذه العملية الشهر القادم بسبب أن هذه المنطقة لا زالت مليئة بالثلوج وعلى هذا الأساس دائما في كل صيف دائما تركيا تستغل مثل هذه العمليات لتأمين أمنها القومي كما تتحدث هي وعلى هذا الأساس السي بي تي تحدثت بأن الهدف التركي هذه المرة هو للوصول إلى جبل قارة هنا هذا الجبل الذي ترونه أمامكم يريدون السيطرة عليه وذلك لأن هذا الجبل أولا هو يعتبر نقطة رئيسية واحدة من الملاجئ والقواعد والمراكز العملياتية والميادين الخاصة بحزب العمال الكردستاني وهو نقطة وشبكة للتحركات الخاصة بحزب العمال الكردستاني من الشرقي ومن الغرب تكون الإمدادات اللوجستية دائما مستمرة من هذا الجبل إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني هنا في النقاط المطلة على العمق التركي وكذلك أيضا لمواجهة التقدم التركي بشكل مستمر وعلى هذا الأساس تركيا تريد السيطرة على هذه المنطقة كما نتحدث الآن من خلال هذه العملية وبالتالي بالسيطرة عليها هذا الأمر سيؤدي إلى توجيه ضربة كبيرة أو ضربة كبيرة لحزب العمال الكردستاني ستؤدي إلى تفكيك هذا الحزب منعه من التحرك بمرونة في هذه المنطقة وكذلك أيضا سيؤدي هذا الأمر إلى تشتيت حزب العمال الكردستاني ونزع السلاح منه وستكون هذه النقطة استراتيجية كبيرة للغاية ستؤدي في نهاية المطاف أيضا إلى أغلاق هذه المنطقة أوتوماتيكيا بمجرد التقدم إلى هذه المنطقة المرتفعة للغاية وهو الذي سيدفع حزب العمال الكردستاني طبعا لترك هذه المنطقة وبالتالي تؤمن وتقوم تركيا بتأمين مئة بالمئة من هذه الحدود وتنهي عملياتها في الداخل وبعدها تنتقل لمرحلة القضاء على حزب العمال الكردستاني وهذه المنطقة تعتبر استراتيجية للغاية إذا ما ذهبنا إلى هذه الجبال ونأخذ 360 درجة من هذه الصورة لكي نلقي نظرة على طبيعة ما الذي ستسيطر عليه تركيا مع التقدم على هذه النقطة تحديدا هذه الجبال كما نلاحظ من هذه الصورة هي جبال مرتفعة هي مرتفعة على ما يقارب 2251 مترا فوق مستوى سطح البحر بالإضافة إلى أن هذه الجبال التي نراها هي تغطي مساحة 38.9 كيلومترا وهي تربط بين إدهوك هذه هي إدهوك تقريبا وكذلك تربط أيضا مع محافظة أربيل هذه محافظة أربيل وهذه الحدود الإدارية لمحافظة أربيل وهذه مدينة أربيل وهنا كما ترون هذه هي الموصل بالتالي هي نقطة استراتيجية خطيرة للغاية ومهمة للغاية بالنسبة لجانب التركي وأيضا في نفس الوقت أن هناك العديد من القرى على سفح هذا الجبل بالإضافة إلى أسفل هذا الجبل هناك 94 قرية موجودة في هذه المنطقة هناك 55 من هذه القرى هي غير مأهولة بالسكان بسبب منذ عام 1996 بسبب الضربات التركية المستمرة على هذه المنطقة ولكن لا زالت هناك 39 قرية تقريبا يتواجد فيها المدنيين وهنا تركيا بدأت تضرب هذه المنطقة تحديدا مع بداية هذا العام حتى قبل التصريحات القادمة من وزير الدفاع التركي استهدفوا هذه المنطقة جبل قارة الذي نتحدث عنه ما يقارب الأربعة وسبعين مرة خلال السبعين يوما من هذا العام بالإضافة إلى أنهم استهدفوا 141 مرة دهوك تحديدا مواقع حزب العمال الكردستاني الموجودة هناك والهدف الأساسي هنا طبعا الحق الضرر بمقاتلي حزب العمال الكردستاني محاولة القضاء على أكبر عدد ممكن من المخابئ والقيادات لحزب العمال للتمهيد للتقدم بالإضافة إلى ذلك هي من أجل أيضا إبعاد المدنيين من هذه المنطقة مثل هذه الضربات أوتوماتيكيا أيضا ستدفع المواطنين الموجودين في هذه المناطق من تركي هذه المواقع والانسحاب منها لكي يكون هناك تمهيدا للتقدم وسبق لتركيا وأن نفذت مثل هذه العمليات منذ عام 2017 حتى عام 2022 تضرب المناطق بقوة تكفى المدنيين للانسحاب تضعف حزب العمال الكردستاني ومن ثم تحقق التقدم المطلوب وهذا التقدم انتم من قبل الجانب التركي كما تحدث الـ CPT وعدد من المصادر الأخرى فإنه سيكون على عمق أكبر من 40 كيلو مترا إذا ما حسدنا هذه المسافة من الزاب على سبيل المثال سترى بأن هذه المسافة تصل إلى 50 بل حتى 60 كيلو مترا وبالتالي تلاحظ السيطرة الهائلة على هذه المناطق الشاسعة ستفسح مجالا كبيرا للتركيا للقيام بالكثير في المستقبل لكن هذه المنطقة ليست بالسهلة على تركيا من أجل تحقيق مثل هذه الهجمات سبق لتركيا وأن حاولت للهجوم على هذه المنطقة في فبراير من عام 2021 استخدمت فيها ست مروحيات من الهليكوبتر التي هاجمت هذه المنطقة وكان هناك انزالا من القوات التركية أيضا من القوات الخاصة التركية وقوات التركية المتخصصة في هذه المواجهات ودخلت في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني ولكن في نهاية المطاف اضطرت للانسحاب من هذه المنطقة وتركها وبقي حزب العمال الكردستاني يسيطر على هذه المنطقة التي أيضا تحدثت التقارير بأن هناك عدد من الأسرة من الجنود الأتراك موجودين ومحتجزين في هذه النقطة كذلك أن حزب العمال الكردستاني الآن تحصل على دعم مباشر من إيران صدق أو لا تصدق والدعم المباشر هنا الذي تحصل عليه ليس بالمال أو السلاح الخفيف لا أبدا بل أن الطائرات المسيرة الإيرانية قد أصبحت بحوزة حزب العمال الكردستاني وبدأوا باستخدام هذه الطائرات في استهداف الطائرات المسيرة التركية من أجل إسقاطها وفعلا بدأوا بإسقاط هذه الطائرات المسيرة التركية بالتكنولوجيا الإيرانية التي تحصل عليها ومن تحدث عن هذه المسألة هي الميدل إيست آي البريطانية كما تلاحظون مؤخرا هي التي نشرت هذه التفاصيل وأكدت أن حزب العمال الكردستاني تحصل على طائرات مسيرة ومنظومات إيرانية لإسقاط الطائرات المسيرة التركية وهذه طبعا المنظومة التي تحصل عليها هي معراج 532 الإيرانية التي أعلنت عنها إيران العام الماضي كما تلاحظون في الثاني عشر من أبريل أعلنت عن هذه المنظومة وفجأة الآن هي قد دخلت تصبح بحوزة حزب العمال الكردستاني وقالت الميدل إيست آي هنا من المصادر التي تحدثت لها بأن حزب العمال الكردستاني حصل على أنظمة معراجة إيرانية الصنع المضادة للطائرات بدون طيار وأن هذه الأنظمة تم إرسالها إلى جماعة عبر قناتين مرتبطتين بطهران وكذلك أن حزب العمال الكردستاني أيضا نشر هذه اللقطات مؤخرا لكل هذه الطائرات المسيرة التركية وأكد بأنه قام بإسقاطها ونشر حطاما للطائرات المسيرة التركية أنه قام بإسقاطها في الداخل العراقي كما تلاحظون واضح بأننا أمام أشلاء لعدد من هذه الطائرات حتى لقطات مصورة لللحظات الأولى لاستهداف هذه الطائرات المسيرة ونشروا مقاطعا تعود إلى فبراير من العام الماضي هنا تظهر أيضا تمكنهم من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التركية أيضا في هذه المنطقة وطبعا هذه أيضا لقطات أخرى من العام الماضي خلال فبراير ويونيو وأغسطس وقالوا بأنهم الآن قادرين على إسقاط طائرات البيرق دار التي بي 2 التي تلاحظونها قالوا بأنهم تمكنوا من إسقاط هذه الطائرات وبأن هذه المنظومات لم يتحصلوا عليها في العراق فقط وأنما تحصلوا على هذه التكنولوجيا من إيران في العراق وفي سوريا من أجل مواجهة أي عمليات تركية قادمة باتجاه حزب العمال الكردستاني إن كان في سوريا أو إن كان حتى في العراق وهذا ممكن أن يغير الكثير والكثير من المعادلات العسكرية في مواجهة حزب العمال الكردستاني السؤال هنا أين هي الحكومة العراقية من طبيعة هذه التحركات التركية وتقدمهم أو تهيؤهم وتجهيزهم للأرض من أجل التقدم باتجاه العمق العراقي على حزب العمال الكردستاني في حقيقة الأمر هناك تواصل بين جانب العراقي وجانب التركي على المستوى الدبلوماسية الأيام القليلة الماضية شهدت زيارة مهمة للغاية دي وزيرة خارجية التركي ها كان في دان على رأس وفد رفيع المستوى الوفد الذي كان معه متمثل بوزير الدفاع التركي نائب وزيرة داخلية ورئيس الاستخبارات التركي كما تلاحظون وبدأت تركيا تتحدث بعد انتهاء هذه الزيارة تحدثت مؤخرا كما تلاحظون قالت بأن العراق ينظر بإيجابية إلى تأسيس مركز عمليات مشترك وللتعاون في مكافحة الإرهاب وأضافت أيضا بأنها ستكون هناك وثيقة للإطار الاستراتيجي بين تركيا وبين العراق وبأنها ستوقع قريبا وهناك كلام وتنسيق كبير للغاية على زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجل طيب أردوغان بعد انتهاء شهر رمضان وتحديدا بعد عيد الفطر المبارك وسيوقع هذه الاتفاقية بشكل مباشر والإندبندنت العربية كانت قد تحدثت ونقلت بأن هناك مراقبين في العراق يتحدثون بأنه يجب أن يكون هناك استثمارا لهذا التقارب التركية العراقية الآن ولهذه الظروف من أجل حل أزمة المياه وضمان إنجاح مخطط للتصدير إلى أوروبا الغاز النفط وغيرها من هذه المسائل لكن حتى هذه لحظة العراق لم يتحدث عن أي شيء جانب التركي هو الذي يقول بأن هناك ردة فعل إيجابية من العراق حول مركز القيادة المشترك الاتفاق الاستراتيجي وهناك طبعا ترقب كبير لهذا التوقيع ولهذا التعاون القادم ولكن كيف من الممكن لهذه الأمور أن تتطور وهل ستكون تركيا قادرة على تحقيق هدفها من الوصول إلى جبل قارة وتأمين مئة بالمئة من السيطرة على الحدود العراقية التركية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر